في الفازلين وزيت الزيتون اختي اي بقعة في وجهه ديالك وجهك سفر وجهك عمر بالتجاعد عمر بالبقعة في الصيف كامل زلو لك اولادي السنين و اعوام فاليوم اختي سنبهرك بوصفة لترتب لك وجهه ديالك وترجعك لك سين الشباب مهما كان العمر ديالك وصفة الفازلين وزيت الزيتون من بين احسن ما كان في الوصفات الطبيعية لبنات للي علاج تجاعد وليل علاج يسبوغات نمشو لكلف لك الوجه ديالك كله 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 عمر بلات خاص وعمر بالقشور صفر ما فيه ميت شاف ليش افتك تخلعوا التارب واغتي اليوم اللي شافتك هتوقف ماشي هتوقفه انما هتوقف وتسوب لك على السير ديال جمال ديال وجه ديالك الرطوبة النعومة واحد الملمسة لبنازك يحمق ما شاء الله يعني كنا نحن نساكن عشقوة نوجيه ديالك كورتي طاب يكون الملمس ديالوزوين نكونوا هكذا التجاعيد مكينين شو خنوصلوا في انا عمر وصلنا ما يكونوا هكذا التجاعيد فاختي جربوا لي هذي الوصفة اردالي في تعليقات عافكم حبيبتي اللي جربتها و تقول لنا في كومنتاك يفجأتها و بمناسبة لم يتمسحت شي تعليق جميع تعليق المسكن نخليهم فعافكم اللي جربت شي حاجات تكسب لي في التعليقات و مرحبا بكم ويلا هم معنا باش نتعرفوا على مقادر الوصفة طريقة ديال التحضير و الطريقة ديال استخدام والاستعمال اول حاجة الناس غادي نحتاجوها واللي هي زيت الزيتون او الزيت البلدية ها هو البنات والفازلي البنات عندي هذا الاصلي 8-15 درهم هذا الحجم الصغور وكين الحجم الكبير سنشرقه معاكم دعبة ها هو البنات الحجم الكبير ماشاء الله هالبنات على الفعالية في كي يحمق هاد الفازلين هذا فعال وزوين صراحة منذ اول استخدام نحمد الله كيعطي الغزول طولة بلوتو كيعطي النتيجة فكيما قلنا اغزالتي ها نحتاج ان شاء الله الفازلين وانشارك معاكم حتى انواع اخرى ديال الفازلين لتمن ديال هما البنات جيد مناسب كما قلناه الهمزة الخور الرباخة غلا ما يحضر افضل اخرى تحييد العقز ويجر بيع فالمهم اول نوع الفازلين هو 10-35 دراهم ها هو البنات ها هو البنات كي يأتي ها هي الانبالش ديال وصفر هذا بالحامض هذا لعندك الكحولية والزروقية الكحلة شهده لكي يناش كما قلناه كي يحيدها لك هذا سيضر احتل شفتين غزال هذا فعال وطبيعي وزوين ها هو البنات وكين هذا تهو زوين ها هو بالارغان ها هي البنات ينكتوب في الليموني كين الزرق لي كي يأتي طبيعي ما فيه تشي نكاب نسبة البنات لكي مثلا كي تحسسون بعض النكاد فممكن ديري هذا الزرق اراه تهوية البنات زوين وفعال كين كذلك البنات بتفاح كي يأتي لانبالش دياله خضر هذا البنات ريح تفاح شوفوا رقة ديتو كين هادا بالكاكاو كين كذلك البنات بالخزامة بالفخيز بالمشماش بالتفاح كين البنات بالبنات مهم ها هو الزرق كين تاب الفانيلا بالكوكو كين البنات بالكوكو كين البنات ها هو الزرق هذا ناتور طبيعي 100% مهم هادا الانواع ديال الفازلين اغير بخمسة دراميلا اذا كانت عندكم لابو عادية فممكن نديروها اذا عندكم لابو صنسي بالبزاف فمن الاحسن ديري هادا الفازلين هادا ها والبنات الاصلي طبيعي هادا حسن هادا مكان هادا مكان وعلى بركتي الله لابنات نتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة استخدامها واستعمالها كذلك بالنسبة لبنات الزيت الزيتون اي زيت الزيتون عندك اخذتها ديال الشركة وانت تحل يتوفر عندك استخدمه مهم هادا هم المكونات الاساسية معانا في الوصفة اختي بالنسبة للمكونات التانوية اللي غا تحتاجي معانا في الوصفة واللي هما كالتالي غا تحتاجي معايا اختي الروز ها هو انا نحاول ان نفتح البلاستيكة باش نوليكم نوعية الروز اللي عندي هادا نوعيا مبين احسن ما كين في السوق بالنسبة للروز انا نوليه لكم ها هي نوعية الروز اللي عندي هادا البيض كي يجيب حويبات صغارين كي يحمق ما شاء الله باري فغادي نحتاج كيمياء كيمياء الروز اللي كي يكون طبيعي طحن مطحون جيدا غادي نحتاج كيمياء من الخرقوم البلدي ها هو بالنسبة للخرقوم كيمياء 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 والخرقوم كيمياء كيمياء فالمهم على بركتي الله الطريقة تحتاجون ان شاء الله المات الورد لان زيتون والفازلين هنخليهم كاخر حاجة ان شاء الله في هذا الواسط المهم اول حاجة هنبدأ بيها اختي هي الروز راني وريدكم شكلة الروز راهزوين وفعال من مياه في المياه هنحتاج كيميا ديال الروز لكي يكون مطحون جيدا ونستخدمها ان شاء الله في هذا الوصفة هذه المعلقة السرعة المعلقة الثانية مزيد الروز وبين نزيد نصف المعلقة لان الرجع الروز ما كانت بيض مكناب التبيض كمية الموجودة لانزيتنا بجميع العناصر نحن براحة مبادية نضيف الخرقوم البلدي نضيف الخرقوم البلدي يملك النضيف الخرقوم نضيف الخرقوم كمية تبقى اختيارية على حسب الرغبة نحن نمزجه جيداً نمزج الخرقوم مع الارز المطحون ثم نضيف كمية النشا الماء الزين يحتاجه للمائها مطحون جيداً لا تكون مطحون لا تكون مطحون كما ستحدث في كرية صغيرة لا تكون محلوظة سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها ونضيفها لا نشاهد القديم ونضيفها الشوفان ونضيفها الكمية التي تفرت عندي نضيفها 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 الخرط نضيفها ونضيفها سوف نقوم الحلقة بمضيفها نضيف الزيت البلدية و الفازلين نضيف الزيت الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتث لنضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف المقادير سوف تجمع الوصفة سوف تجمع الوصفة سوف تحمل الوصفة سوف تجمع الوصفة سوف تجمع الوصفة سوف تجمع الوصفة سوف تجمع الوصفة ندخل الوقت لحصول الوقت ثم ندخل وقت يمتلك جلد الدجاجة يغسلها بصحة و راحة الفازين مادة مركبة مادة مدسمة و معلكة لا تحتاج الزيتون كنا نعرف المنافع و كنا نعرف المزايا تقلل الهاتف يجب ان تكون المزايا و تقوم بكائه و ترحمها الوالدين و هو وصفة الفازلين لعلاج المشاكيل و تقلل الى التعليقات و لا تنسوا أيضا اشتركوا مرحبا بكم و دائما نحاول اشتركوا و دائما نحاول اشتركوا في القناة نحن نشاركها معكم بالنسبة لبنات الخرقم يزولت الشعر في الواج في عدة سماناتك سوف نعيد سيازات ليس شيء وإنما عدة اشياء ايجابية ودعووا معي البنات في التحليقات كما نقوله بدأوة الخير لأن الدعوة ستجيلكم ستجربوا وصفة زيتون والفازلين وقدروا إضافة بالخبار ومكونات جربتها ويجربتها ومعثلت لبنات الساعدون أيضا والأشياء الروس ورخيصة واقتصادية بصحة ومراحة ونقلق معكم في فيديوهات مقبلة اشتركوا